أبدأ معكم بمقدمة الكتاب ألا نقول من أن المكتوب يعرف من عنوانه هذا هو العنوان إنها مقدمة الكتاب ماذا يقول الطوسي في مقدمة كتابه قطعا بعد البسملة والتحميد والصلاة أما بعد فإن الذي حملني هذا كلام الطوسي أما بعد فإن الذي حملني على الشروع في عمل هذا الكتاب أني لم أجد أحدا من أصحابنا من أصحابنا من الشيعة أني لم أجد أحدا من أصحابنا قديما وحديثا قديما في زمان الأئمة وحديثا في زمانه هو قديما وحديثا من عمل كتابا يحتوي على تفسير جميع القرآن ويشتمل على فنون معانيه وإنما سلك جماعة منهم من علماء الشيعة وإنما سلك جماعة منهم في جمع ما رواه الموجود في الطبعة في جميع وصحيح في جمع وإنما سلك جماعة منهم في جمع ما رواه ونقله وانتهى إليه في الكتب المروية في الحديث مشكلة طوسي دائما إنه في حالة تقزز وأذية من رواية حديث أهل البيت قد يقول قائل هو نفسه من رواة الحديث هو من رواة الحديث ولا يمكن أن يبتعد عن رواية الحديث دين الشيعة قائم على رواية الحديث إذا كان يريد أن يصبح زعيما ومرجعا لا يمكن أن ينفك عن رواية الحديث في زمانه لا في زماننا في زماننا المذهب الطوسي قضى على أحاديث أهل البيت هذه مشكلة الطوسي هذا الكلام يردده وسأقرأ عليكم من كتبه أيضا ترديده لهذا الكلام وإنما سلك جماعة منهم في جمع ما رواه ونقله وانتهى إليه من الكتب المروية في الحديث مثل ما فعل علي بن إبراهيم القموي في التفسير المعروف بتفسير القموي ومثل ما فعل العياشي في تفسيره ومثل ما فعل فرات بن إبراهيم الكوفي في تفسيره ومثل ما جاء مجموعا من الأحاديث الكثيرة في تفسير جابر الجعفي ومثل ما جاء فيما أملاه إمامنا الحسن العسكري على بعض شباب الشيعة من تفسير نعرفه الآن بين أيدينا بتفسير الإمام العسكري والذي ضاع أكثره ضيعه وبقي القليل من الطوسي لا يريد هذه التفسير يريد تفسيرا وفقا للمنهج العمري وفقا لطريقة المخالفين وهذا هو الذي جاء به في هذا التفسير وصار منهجا لكل مفسري الشيعة منذ زمان الطوسي وإلى هذه اللحظة أنا لا أحدثكم حديثا عابرا أنا أحدثكم حديث المحققين إنني إنني نبشت هذا التفسير نبشا ونبشت سائر تفاسير مراجع الشيعة ولقد حدثتكم كثيرا عن هذا في برامج الكثيرة جدا أنا لا أتحدث بحديث طارئ وعارض هذا حديث التحقيق وحديث التدقيق وحديث التنقير وهو أدق من التحقيق أما بعد فإن الذي حملني على الشروع في عمل هذا الكتاب أني لم أجد أحدا من أصحابنا قديما في زمان الأئمة وحديثا في زمانه من عمل كتابا يحتوي على تفسير جميع القرآن ويشتمل على فنون معانيه كما يفعل المخالفون وإنما سلك جماعة منهم من أصحابنا في جمع ما رواه ونقله وانتهى إليه في الكتب المروية في الحديث ولم يتعرض أحد منهم لاستفاء ذلك وتفسير ما يحتاج إليه مثل ما يفعل المخالفون هذا هو مراده فوجدت من شرع في تفسير القرآن من علماء الأمة من علماء الأمة يعني من المخالفين من النواصب هو لم يجد أحدا من علماء الشيعة ومن أصحاب الأمة من فسر القرآن وفقا لطريقة المخالفين بحسب المنهج العمري ولذا يستشكل عليهم أنهم جعلوا التفسير مستندا إلى أحاديث أهل البيت هذا هو إشكاله وإنما سلك جماعة منهم في جمع ما رواه ونقله وانتهى إليه في الكتب المروية في الحديث في حديث من؟ في حديث معاوية بن أبي سفيان إنه حديث العترة الطاهرة فهو يشكل على تفاسير الشيعة لأنهم يعتمدون حديث أهل البيت فقط مو قلت لكم المكتوب ينقر من عنوانه من أول الكلمات ومن أول السطور بدأ بنقض بيعة الغدير ما هذا نقض لبيعة الغدير وسيطبق هذا النقض عمليا على طول كتابه في الأجزاء العشرة كلها من أولها إلى آخرها وسأضع الحقائق واضحة جلية بين أيديكم بشرط أن تصبروا عليه بعد أن تحدث عن الشيعة انتقل إلى النواصب إلى نواصبي سقيفة بني ساعد فوجدت من شرع في تفسير القرآن من علماء الأمة بين مطيل في جميع معانيه واستيعاب ما قيل فيه من فنونه كالطبري وغيره تلاحظون حينما تحدث عن علماء الشيعة ما أشار إلى اسم واحد منهم لم يذكر اسما على الإطلاق لأنه لم يعد علي بن إبراهيم مفسرا لماذا؟ لأنه فسر القرآن بحديث العترة بحسب بيعة الغدير وكذلك البقية ما أشار إلى أي واحد منهم سيذكر قائمة من مفسري النواصب ممن يحملون عقائد الأشاعرة أو عقائد المعتزلة أو من غيرهما وسيمجد بهذه التفاسير وواضح لم تكن التفاسير تعجبه التي جمعت من حديث العترة الطاهرة والتي اشترط علينا أن نفسر القرآن بها بحسب بيعة الغدير فوجدت من شرع في تفسير القرآن من علماء الأمة بين مطيل في جميع معانيه واستيعاب ما قيل فيه من فنونه كالطبري وغيره وهو قد اعتمد على الطبري كثيرا في تفسيره هذا وبين مقصر اقتصر على ذكر غريبه اقتصر على ذكر غريبه المراد من غريب الألفاظ الألفاظ التي لم يعتد الناس على استعمالها كثيرا ومعانيها ليست واضحة بالنسبة لهم يقال له غريب الألفاظ وبين مقصر اقتصر على ذكر غريبه ومعاني ألفاظه وسلك الباقون المتوسطون في ذلك كل الحديث عن مفسري عن نواصب هنا وسلك الباقون المتوسطون في ذلك مسلك ما قويت فيه منتهم منتهم يعني قدرتهم موهبته إمكانيتهم ما قويت فيه منتهم وتركوا ما لا معرفة لهم به فإن الزجاجة والفراء ومن أشبههما من النحويين أفرغوا وسعهم فيما يتعلق بالإعراب والتصريف ومفضل ابن سلمة وغيره استكثروا من علم اللغة واشتقاق الألفاظ لأنهم علماء لغة والمتكلمين كأبي علي الجبائي من شيوخ المعتزلة الجبائي هذا من شيوخ المعتزلة والمتكلمين كأبي علي الجبائي وغيره صرفوا همتهم إلى ما يتعلق بالمعاني الكلامية ومنهم من أضاف إلى ذلك الكلام في فنون علمه فيما يعلمه من العلم وما عنده من الثقافة فأدخل فيه فأدخل في التفسير ما لا يليق به من بسط فروع الفقه واختلاف الفقهاء كالبلخ وغيره وهذا من النواقصب أيضاً وَأَصْلَحُ مَنْ سَلَكَ فِي ذَلِكَ مَسْلَكَ جَمِيلًا مُقْتَصِدًا مُحَمَّد إِبْنُ بَحْرِ أَبُو مُسْلِمٍ الإِصْفَهَانِ هذا من رموز المعتزلة ومن عُتاتهم متوفى سنة ثلاثمية واثنين وعشرين للهجرة فهنا الطوسي يمتدحهم بينما لم يمتدح ما جمعه علماء الشيعة وأصحاب الأئمة من حديث الأئمة في تفسير قرآنه لم يعجبه ذلك يقول وأصلحوا من سلك في ذلك مسلكاً جميلاً مُقْتَصِدًا مُحَمَّد ابن بحر أبو مسلم الإصفهاني وعلي ابن عيسى الرماني هذا عظيم المعتزلة في بغداد هذا هو الذي لقب الشيخ المفيد بالمفيد هذا هو علي ابن عيسى الرماني المتوفى سنة ثلاثمائة واربعة وثمانين للهجرة الطوسي يعتبر التفاسير التي صدرت عن محمد بن بحر وعن الرماني هي الأفضل ولذا سيقتدي بهم لا يقتدي بالأئمة وحديثه لم يعجبه ذلك وهذا ما ستتلمسونه من خلال ما سأقرأ عليكم في منهجية تفسيره في المقدمة التي كتبها أو في التطبيقات التي سأضربها أمثلة لكم سأأخذها من طوايا تفسيره هذا كي تكون الصورة واضحة لديكم من أن أول معلم من معالم المذهب الطوسي نقض بيعة الغدير بأسلوب شيطاني وكل تفاسيري مراجع الشيعة منذ الطوسي إلى الآن تتبع هذا المنهج أي تفسير جئوني به وسأكشف لكم حقيقته لأنني قد تتبعتها جميعا وقد نبشتها نبشا كلها على المنهج العمري وفقا للطوسي فهذا هو مؤسس المذهب فساروا على المذهب نفسه تريدون أن تتأكدوا بأنفسكم دعوني أكمل حديثي فيما يرتبط بتفسير التبيان وراجع كل التفاسير الشيعية من أولها إلى آخرها فلا تتعجب حينما يتحدث الوائلي مثلا وهو يستهزئ بأحاديث العترة وينفيها لا يعرف أنها موجودة في الكافي ومصادرنا الرئيسة ومصادرنا القديمة الأصلية لا يعرف ذلك لجهله لأنه خريج النجف خريجو النجف وكربلاء جهال بتمام معنى الكلمة بثقافة العترة وحديث العترة ويقول متبجحا من أنه رجع إلى أمهات التفاسير الشيعية وما وجد هذا الكلام لأن أمهات التفاسير الشيعية ما هي بتفاسير الشيعية هي تفاسير عمرية هي تفاسير سقيفية والذي أسس لهم هذا المنهج الطوسي المشؤوم الذي أقرأ عليكم من تفسيره وهذا هو الذي يعدوني أن أقول من أن القوم على مذهب وهذا المذهب معالمه حينما سأشرح حوالكم وبالوثائق والحقائق ستعرفون أن دين محمد وآل محمد والذي سأحدثكم عنه أيضا ستجدون فارقا كبيرا قد يكون أكبر من فارق المذهب الشافعي عن دين محمد وآل محمد هؤلاء على مذهب مثلما الأحناف على مذهب مثلما الشوافع على مذهب وسأقرأ عليكم من تفسير التبيان ما يذهب إليه المخالفون موافقا لحديث العترة يرفضه الطوسي يستبعده مع أنهم في بعض الأحيان يذهبون إلى نفس الذي تحدث به أهل البيت لكن الطوسية يرفضه سأقرأ عليكم من هذا التفسير لكنني كما قلت لكم أصبروا علي أصبروا علي وستعرفون الحقيقة كاملة أعطيكم عهدا لن تكتمل هذه الحلقات حتى تعرف من أنكم لستم على دين محمد وآل محمد وإنما أنتم على مذهب هو المذهب الطوسي كبقية المذهب فمثلما المذهب الحنفي والمذهب المالكي والمذهب الشافعي لا علاقة له مطلقا بدين العترة الطاهرة المذهب الطوسي لا علاقة له مطلقا بدين العترة الطاهرة أنا لا أتحدث في زاوية مظلمة أنا أتحدث عبر الأخمار الصناعية وببث مباشر ومن كتب الطوسي مؤسس المذهب وأصلح من سلك في ذلك مسلكا جميلا مقتصدا مقتصدا يعني قريبا سهلا محمد ابن بحر أبو مسلم الإصفهاني وعلي ابن عيسى الرماني فإن كتابيهما أصلحوا ما صنف في هذا المعنى غير أنهما أطال الخطب فيه وأورد فيه كثيرا مما لا يحتاج وسمعت جماعة من أصحابنا قديما وحديثا يرغبون في كتاب مقتصد مقتصد يجتمع على جميع فنون علم القرآن من القراءة والمعاني والإعراب والكلام على المتشابه إلى بقية ما قال ثم يقول بعد ذلك من أنه سيجعل تفسيره هذا وفقا لما تقدم ذكره في هذه المقدمة المقدمة واضحة الطوسي لا تعجبه تفاسير الشيعة التي اعتمدت حديث العترة إنه يريد تفسيرا وفقا لطريقة مخالفة ولذا لم يشر إلى أي كتاب من كتب التفسير التي اعتمدت حديث أهل البيت ولم يشر إلى أي عالم شيعي قام بذلك مثل ما فعل علي ابن إبراهيم القمي مثلا وغيره وإنما كرس مدحه لمفسري النواصب انتقدهم في جانب وامتدح الإصفهاني أبا مسلم والرمانية علي بن عيسى وهما من عتات المعتزلة امتدح ما كتب في كتبهم التفسيرية وهكذا قال فإن كتابيهما أصلحوا ما صنف في هذا المعنى فهو يريد أن يؤلف كما فعل هؤلاء نذهب إلى فاصل سأقرأ عليكم من مقدمة التفسير ما قرأته قبل قليل قرأت من مقدمة الكتاب مقدمة الكتاب تعرف بالكتاب مقدمة التفسير تعرف بمنهجية المفسر قطعا لا أستطيع أن أقرأ كل المقدمة وإنما سأأخذ منها ما يوضح لكم منهجيته التفسيرية في الصفحة الثالثة من الجزء الأول مما جاء في هذه المقدمة والمقصود من هذا الكتاب من هذا الكتاب يشير إلى القرآن وليس إلى كتاب التبيان والمقصود من هذا الكتاب من القرآن والمقصود من هذا الكتاب علم معانيه وفنون أغراضه وأما الكلام في زيادته ونقصانه ما يرتبط بموضوع التحريف بموضوع تحريف القرآن فهناك قائل بزيادة القرآن وهناك قائل بنقصانه ما يرتبط بموضوع التحريف والمقصود من هذا الكتاب علم معانيه من هذا الكتاب من القرآن علم معانيه وفنون أغراضه وأما الكلام في زيادته ونقصانه فمما لا يليق به أيضا لأن الزيادة فيه في القرآن مجمع على بطلانها مجمع فيما بين السنة والشيعة هذا هو الذي يريد أن يقوله والنقصان منه فالظاهر أيضا من مذهب المسلمين خلافه وهو الأليق بالصحيح من مذهبنا وهو الأليق بالصحيح من مذهبنا يتحدث عن مذهب أهل البيت عن مذهب الصادق عن المذهب الجعفري والذي هو في الحقيقة المذهب الطوسي فقد بيّنت لكم العترة الطاهرة ليس لها من مذهب هناك دين واحد هو دين الله هو دين العترة المذهب من صناعة الناس من صناعة السنة من صناعة الشيعة الناس أحرار فيما يصنعون من مذهب وهو الأليق بالصحيح من مذهبنا نحن إذا أردنا أن نعود إلى دين العترة الطاهرة فإن القرآن محرف قطعا محرف لفظيا ومحرف معنويا القرآن أتحدث عن المصحف الذي بين أيدينا بحسب دين العترة الطاهرة هناك مئات ومئات من النصوص تخبرنا عن أن القرآن الذي بين أيدينا المصحف محرف أدل دليل على تحريفه هذه القراءات الكثيرة إذا يقولون من أن القراءات السبع جاءت عن رسول الله بلغ عدد القراءات في عصرنا الآن الأربعين هذه من أين جاءت عدد القراءات التي يعترف بها في مقارئ المخالفين تصل إلى أربعين قراءة وألفوا فيها كتباً وهي موجودة مطبوعة أنا لا أناقش هذا الموضوع لا شأن لي به الآن لكنني أبين موقف دين العترة الطاهرة من المصحف المصحف محرف على مستوى الألفاظ على مستوى الكتابة على مستوى القراءة وعلى مستوى التفسير قد تقولون فماذا نصنع نحن عندنا العترة الطاهرة العترة الطاهرة هي التي تخلصنا من هذا التحريف لقد فسروا القرآن لنا وشخصوا مواطن التحريف وانتهينا وهذا الأمر موجود في رواياته إلا أننا أمرنا أن نقرأه بقراءة المصحف لا كما يقول الطوسي ويقول مراجع النجف أن نقرأه بالقراءات التي يقرأ بها المخالفون لأنها قراءات كثيرة أمرنا أن نقرأه بقراءة المصحف وهي من قراءات المخالفين وهي الأكثر نصبا وعداءا لأهل البيت إنها قراءة حفص كذبا يقولون من أنها مروية عن أمير المؤمنين هذه قراءة ناصبية وهي أكثر القراءات نصبا وعداءا للعترة الطاهرة الأئمة أمرون أن نقرأ بهذه القراءة لا أن نقرأ بكل القراءات الدليل كل الأحاديث التفسيرية حينما تذكر لنا آيات القرآن فإنها تذكرها وفقا لقراءة حفص هل تريدون دليلا أدل من ذلك كل الأحاديث التفسيرية وحينما يأتي بعض أصحاب الأئمة فيقرؤون بقراءة الأئمة الإمام يرجعهم إلى قراءة المصحف وهي قراءة حفص وكل ما عندنا في الأحاديث التفسيرية تفسير وفقا لقراءة حفص لكن الأئمة يبينون قراءته يقولون هذا في المصحف هكذا يقرؤون وقراءتنا الصحيحة هذه هي فيصححون قراءة حفص التي في المصحف هذا هو الموجود في أحاديث العترة الطاهرة فهذا الذي يقوله مراجع الشيعة من أنه يجوز للشيعة أن يقرأ في صلواتهم بالقراءات السبع مثلا وبغيرها هذا من تفاريع مذهبهم الطوس وإلا في الروايات لا يوجد من ذلك لا عين ولا أثر الموجود عندنا في الروايات أن نقرأ بحسب المصحف وبحسب ما يقرأ الناس الذي يقرأه الناس يقرؤون ما هو في المصحف أما القراءات الأخرى فهذه للمتخصصين منهم في قراءات القرآن عامة الناس عامة المسلمين لا يقرؤون بها أعود إلى ما تحدث به الطوس وهو الأليق بالصحيح من مذهبنا بحسب المذهب الطوسي القرآن ليس محرفا بحسب دين العترة الطاهرة القرآن محرف وبحسب دين العترة الطاهرة الذي لا يعتقد بتحريف القرآن يكون خارجا من دين العترة الطاهرة مئات ومئات من الأحاديث الأئمة يقسمون بالله من أنها هكذا نزلت وحرفها فلان وفلان فحينما ترفض هذه الأحاديث هذا تكذيب للأئمة يترتب عليه الخروج من دين العترة الطاهرة أما بحسب المذهب الطوسي فإنه لا يجوز القول بتحريف القرآن وإنما القرآن ليس محرفا وفقا للمذهب الطوسي وفقا لدين العترة الطاهرة يجب علينا أن نعتقد بأن القرآن محرف بسبب العدد الهائلي من كلام أئمتنا وفي أوثق مصادرنا في الكاف الشريف وغيره وبالمناسبة حتى الخوئي حتى الخوئي لم يستطع أن يضعف كل أحاديث التحريف ضعف أكثرها ولكن هناك من تلك الأحاديث حتى بحسب موازينهم الرجالية القذرة هناك أحاديث صحيحة لا يستطيعون أن يضعف أسانيدها لكنهم يقفزون عليها لماذا؟ لأنهم ليسوا على دين العترة الطاهرة إنهم على المذهب الطوسي المذهب الطوسي له أصوله وله معالمه وله حدوده وله خصائصه معلم من هذه المعالم نقض بيعة الغدير وفي تفاريع هذا النقض أن يقول بأن القرآن ليس محرفا بينما في دين العترة القرآن محرف قطعا قطعا إذا أردتم أن تطلعوا على تفاصيل هذا الموضوع عودوا إلى مجموعة الحلقات المختصة بتحريف القرآن في برنامج الكتاب الناطق ستطلعون على الحقيقة بالأدلة والوثائق من كتب الشيعة ومن كتب السنة أعود إلى مقدمة الطوسي التي يشرح فيها منهجيته في التفسير والمقصود من هذا الكتاب من القرآن علم معانيه وفنون أغراضه وأما الكلام في زيادته ونقصانه في زيادة القرآن ونقصانه فمما لا يليق به أيضا لأن الزيادة فيه مجمع على بطلانها والنقصان منه فالظاهر أيضا من مذهب المسلمين خلافه وهو الأليق بالصحيح من مذهبنا وهو الذي نصره المرتضى رحمه الله ما هو والمرتضى على منهج واحد وهو الظاهر في الروايات غير أنه رويت روايات كثيرة من جهة الخاصة والعامة من جهة الخاصة الشيعة والعامة النواصب بنقصان كثير من آي القرآن ونقل شيء من موضع إلى موضع في ترتيب الآيات طريقها الآحاد رجعنا إلى علم الرجال وأسانيد الأحاديث إلى هذه القذارة التي يرفضها القرآن وسأناقش هذا الموضوع أيضا في طوايا هذه الحلقات طريقها الآحاد التي لا توجب علما ولا عملا والأولى الإعراض عنها وترك التشاغل بها لأنها حقيقة موجودة وهم يضحكون على أنفسهم والأولى الإعراض عنها وترك التشاغل بها لأنه يمكن تأويلها ولو صحت هم يعلمون أنها صحيحة لكنهم يؤسسون مذهبهم مثل ما يريد النواصف أن يكون أن يكون هذا المذهب بحسب ما تعتقده سقيفة بني ساعد ولو صحت لما كان ذلك طعنا على ما هو موجود بين الدفتين فإن ذلك معلوم صحته لا يعترضه أحد من الأمة ولا يدفعه على أساس أن الأمة علماء ما هي الأمة حمير هناك حمير السنة وهناك حمير الشيعة ويأتي علماء الدين من السنة ومن الشيعة والحكام السياسيون فيتخذون من أفراد الأمة حميرا لهم ويقولون لهم ديق وهذا هو الذي جرى في هذه الأمة منذ أن قتل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وآله قتلوه بالسنة ورواياتنا متناصرة بالحث على قراءته والتمسك بما فيه وردي ما يرد من اختلاف الأخبار في الفروع إليه يعني في عرض الحديث على القرآن وردي ما يرد من اختلاف الأخبار في الفروع في فروع الدين إليه وقد روي عن النبي رواية لا يدفعها أحد أنه قال إني مخلف فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهم لن تضلوا كتاب الله وعترتي أهل بيتي وإنهما لن يفترق حتى يرد علي الحوض إذا كنت تعتقد يا أيها الطوس بهذا الحديث لماذا تعترض على أصحاب الأئمة وعلماء الشيعة أن يفسروا القرآن بحديث العترة الطاكرة لماذا تعترض إذن ما هي هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وهذا يدل على أنه موجود في كل عصر أن القرآن موجود في كل عصر لأنه لا يجوز أن يأمر بالتمسك بما لا نقدر على التمسك به كما أن أهل البيت ومن يجب اتباع قوله حاصل في كل وقت ومن يجب اتباع قوله يتحدث عن نفسه عن علماء الشيعة ويدخل في هذا أيضا علماء السنة كما أن أهل البيت ومن يجب اتباع قوله حاصل في كل وقت وإذا كان الموجود بيننا مجمعا على صحته فينبغي أن نتشاغل بتفسيره وبيان معانيه ونترك ما سواه واعلم أن الرواية ظاهرة في أخبار أصحابنا بأن تفسير القرآن لا يجوز إلا بالأثر الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وعن الأئمة عليهم السلام الذين قولهم حجة كقول النبي وأن القول فيه في القرآن بالرأي لا يجوز وروا العامة ذلك عن النبي أنه قال من فسر القرآن برأيه وأصاب الحق فقد أخطأ وهذا موجود في كتب المخالفين من فسر القرآن برأيه وأصاب الحق فقد أخطأ الطوسي يتحدث عن حديث الثقلين لا بد أن تلتفتوا إلى أن حديث الثقلين من الأحاديث البرزخية عدوا إلى برامج كي تفهم هذه المضامين عندنا مرحلة التنزيل التي تبدأ من بداية البعثة وتنتهي عند بيعة الغدير ثم تبدأ مرحلة التأويل من يوم الغدير إلى نهاية الدنيا تتسامى شيئا فشيئا حتى تصل إلى الدولة المحمدية العظمى في آخر عصر الرجعة العظيم ما بين التنزيل والتأويل هناك الأحاديث البرزخية التي تأتي مناسبة لما كان عليه المسلمون في مرحلة التنزيل وما سيكونون عليه في مرحلة التأويل عملية تمهيدية للانتقال من مرحلة التنزيل إلى مرحلة التأويل أنا لا أتحدث عن طريقة تفسير القرآن التنزيل قد يطلق على القرآن والتأويل قد يطلق على تفسير القرآن لكنني لا أتحدث عن هذا أتحدث عن الدين بكل تفاصيله قبل بيعة الغدير يصطلح عليه التنزيل والدين بكل تفاصيله بعد بيعة الغدير يصطلح عليه التأويل ولذا فإن النبي الأعظم قال لأمير المؤمنين ستقاتلهم على التأويل مثل ما قاتلتهم أنا يتحدث رسول الله عن نفسه مثل ما قاتلتهم على التنزيل النبي لم يقاتل لأجل القرآن وإنما قاتل لأجل الدين كله القرآن جزء من الدين وكذا فإن الأمير قاتلهم وسيقاتلهم في الرجعة أيضا قاتلهم على التأويل ليس على تفسير القرآن قاتلهم على الدين كله تفسير القرآن ملحق بالقرآن والقرآن جزء من الدين التنزيل التنزيل هو الدين بكله ما قبل بيعة الغدير والتأويل هو الدين بكله ما بعد بيعة الغدير يا علي ستقاتلهم على التأويل مثل ما قاتلتهم على التنزيل مثل ما قاتلهم رسول الله في مرحلة التنزيل فهناك الأحاديث البرزخية التي تكون وسيلة تمهيد للانتقال من مرحلة التنزيل إلى التأويل صحيح جاء في الحديث من أن النبي خلف فينا الكتابة والعترة ومن أنهما لن يفترق حتى يرد على رسول الله على الحوض هذا لا يعني أن الأئمة حينما يردون على رسول الله على الحوض يحملون المصاحف معهم إذا كان عندنا الإمام نحن نستغني عن المصحف ولكن إذا كان عندنا المصحف لا نستطيع أن نستغني عن الإمام إذا تركنا نحن والمصحف فإما أن نغلق المصحف لأننا لا نستطيع أن نفسره بشكل صحيح وإما أن نفسره بنحو عبثي فنقوم بتحويل كتاب الهداية الأعظم إلى كتاب ضلاله كي نضلل أنفسنا ونضلل الآخرين إذا كان المعصوم موجودا ونحن شككنا في شيء في المصحف ربما ليس صحيحا الذي يصححه لنا المعصوم المصحف لا يستطيع أن يصحح نفسه ولا يستطيع أن يصحح للمعصوم المصحف لا يستطيع أن يفسر نفسه بنفسه ولا يستطيع كذلك أن يفسر حقائق المعصوم المصحف عبارة عن فهرست لعناوين هذه العناوين يفسرها ويشرحها لنا الإمام المعصوم فإذا كان الإمام المعصوم فيما بيننا نستطيع أن نستغني عن المصحف المعصوم هو هو حقائق المصحف الصحيحة هي عند المعصوم والمصحف بكل بكل تفاصيله بكل إشاراته ورموزه شأن من شؤون المعصوم فحديث الثقلين في الحقيقة إذا أردنا أن ندقق فيه يوجهنا إلى الإمام المعصوم فقط لأننا لسنا بحاجة للمصحف إذا كان المعصوم فيما بيننا ونستطيع أن نتواصل معه في زمان الغيبة نحن نحتاج المصحف لماذا؟ كي نحتج به على الآخرين وإلا فإن حقائق المصحف موجودة في حديثهم نحن نوائم في ثقافتنا بين المصحف وحديث العترة لأننا في زمان الغيبة وحينما يظهر إمامنا سيأتي بكتاب جديد بكتاب يتناسب مع المرحلة تلك لأن الإمام صلوات الله وسلامه عليه سيضع يده على رؤوس العباد كي يجمع عقوله وأحلامه فعينما ترتقي العقول سترتقي اللغة والبيان فعينما ترتقي اللغة والبيان فنحن بحاجة إلى كتاب جديد لا يعني أن المصحف هذا سنستغني عنه وإنما سيظهر لنا إمامنا الحجة المصحف الأصل المصحف الذي ليس فيه من تحريف وهذا واضح كأني بأبناء العجم أمير المؤمنين يقول ينصبون فساطيطهم على أبواب مسجدكم هذا يشير إلى مسجد الكوفة يعلمون أولادكم القرآن كما نزل ليس كما هو بينكم مئات ومئات من الروايات والأحاديث الأئمة يقسمون والله هكذا نزلت والله هكذا نزلت حرفها فلان وفلان سأضرب لكم مثالا مثالا واحدا ما كان في نية أن أتحدث عن هذا الموضوع لكنني سأضرب لكم مثالا من سورة الكهف في قصة موسى والخضر لما شرح الخضر لموسى لماذا خرق الخضر السفينة فماذا جاء في الآية التاسعة والسبعين بعد البسملة من سورة الكهف أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها لماذا وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة إذا كان يأخذ كل سفينة فسيأخذ سفينته بغض النظر خرقت أم لم تخرق ولكن القراءة الصحيحة عند العترة الطاهرة وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبة سيكون الكلام منسجما منطقيا وإلا أن يقول الخضر لموسى من أنني خرقت السفينة لماذا لأن الملك الظالم يأخذ كل السفن سيأخذ حينئذ السفينة المعيبة لأنه يأخذ كل السفن بحسب الآية الموجودة في المصحف وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة كل سفينة أكانت معيبة أم لم تكن في قراءة العترة الطاهرة وبهذا نفسر القرآن نحن لا نقرأ بها في التلاوة لأنهم أمرونا قالوا لنا أقرأوا القرآن مثل ما يقرأه الناس لكن في التفسير نفسر بحسب قراءتهم تدبروا في هذا القضية واضحة عودوا إلى الآية وقرؤوها أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها لماذا وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة إذا كان يأخذ كل سفينة فما الحكمة من أن تخرق السفينة يا أيها الخضر لكن الأمر ليس هكذا وإنما فلان وفلان حرفها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبة حينئذ سيكون لفعل الخضر من أثر فسفينة المساكين لن يأخذها هذا الملك الظالم لأنه يأخذ السفائنة الصالحة فقط أما السفائن المعيبة المخروقة فهو لا يأخذها لكن بحسب الآية الموجودة الآن في المصحف لا معنى لما قام به الخضر أن خرق السفينة لأن الملك الظالم سيأخذها لأنه يأخذ كل سفينة غصبة وصدقوني بإمكاني أن أتناول القرآن من أوله إلى آخره وأن أشخص لكم مواطن التحريف بحسب قراءة أهل البيت لأني أحفظها كلها وهذا مثال من الأمثلة هذا دين العترة الطاهرة أما المذهب الطوسي يرفض هذا حينما أقول لكم القوم ما هم على دين العترة الطاهرة القوم على مذهب آخر وهو المذهب الطوسي وكذبا عنوانوه بالمذهب الجعفري وعنوانوه بالمذهب الاثني عشري وأنتم لا تعلمون أنتم لا تعلمون يا أيها الشيعة من أن كثيرا من المخالفين يعتقدون بإمامة الأئمة الاثني عشر سأحدثكم عن هذا وسآتيكم بالكتب والدلائل كم هو عدد الصوفيين في العالم أكثر من خمسة وتسعين بالمئة من الصوفيين يعتقدون بإمامة الأئمة الاثني عشر إنني أتحدث عن الصوفيين السنة كم هو عددهم عددهم هائل جدا عدد الفرق والمجموعات والطرائق الصوفية من السنة عدد هائل أكثر من خمسة وتسعين بالمئة منهم يعتقدون بإمامة الأئمة الاثني عشر وهناك صلوات عندهم وزيارات عندهم بحسب طرائقهم وفي جملة أورادهم وأذكارهم وطقوسهم وخلواتهم يعددون الأئمة الاثني عشر في السلسلة التي نعرفها فليس أنتم وحدكم يقال لكم اثنى عشريون هناك الكثير من السنيين اثنى عشريون ومن كبار علمائهم هناك مجموعة كبيرة من الكتب في المكتبة السنية ألفها كبار علماء السنة في سيرة الأئمة الاثني عشر وبالمناسبة تشتمل على روايات ليست موجودة عندنا كتاب احقاق الحق الذي أصله لنور الله المرعش الذي يعرف بالشهيد بالشهيد الثالث وأضاف إليه ملحقات المرجع القمي شهاب الدين المرعش النجفي أضاف إلى كتاب احقاق الحق ملحقات كثيرة جمع فيها ما عند القوم ما عند القوم من المخالفين من الأحاديث في شأن محمد وآل محمد وفي شأن الأئمة الاثني عشر كتاب كبير جدا أنا لا أدري ماذا سأترك من الموضوعات وعن أي شيء سأحدثكم هذه موضوعات يفتح بعضها على بعض هناك الكثير من مؤلفات علماء السنة وأتحدث عن كبار علمائهم ألفوا في سيرة الأئمة الاثني عشر وبالمناسبة البعض منهم عقيدته فيهم أقوى مئات المرات من عقيدة السيستان ومراجع النجف وكربلاء والكتب موجودة أنا لا أحدثكم عن خيالات هؤلاء القوم أتحدث عن حوزة النجف وكربلاء هؤلاء على مذهب لا علاقة له بدين العترة الطاهرة وسأكشف لكم هذه الحقيقة لكن أصبروا علي أصبروا علي وحق الزهراء سأكشف لكم الحقيقة كاملة بالوثائق والحقائق وعلى عينك يا تاجر الكتب موجودة في المكتبات وعودوا إليها بأنفسكم وكذبوني كذبوني ولو بحرف واحد كذبوني نذهب إلى فاصل